كابتن حارس أهلا وسهلا بك في برنامج ملاعب من على شاشة القناة التغيير الفضائية يا أهلا وسهلا أهلا بكم نجرفان وفي قناة التغيير الفضائية وإن شاء الله نقدم أشياء إن شاء الله تفيد الجمهور رياضة إن شاء الله إن شاء الله كابتن كيف تشهد تحضيرات العراق لبطولة كأس الخليج القادمة؟ يعني هذا طبعا التحضير أيضا عصفرين في حجر أنه نهيئ المنتخب العراقي للاستحقاقات القادمة وأيضا عودت الكرة العراقية مرة ثانية من خلال استخدام الفراغ وأيضا تنظيم الدورات بعد آخر دورة يعني 41 سنة دورة الخليج الخامسة اللي فزنا فيها الأول مرة بطولة الخليج في بغداد عام 1979 فإن شاء الله هاي فعل الخير إن شاء الله وإن شاء الله نتمنى الفريق العراق يفوز بهذا البطول إن شاء الله كابتن هل برأيك البصرة جاهزة تماما لإستضافة حق هذا البطولة كبيرة؟ نعم أكيد يعني البصرة جاهزة من قبل السنوات لكن إن شاء الله يكون الأخوة في الخليج إن شاء الله صادقين معنا في هذه المرة لأن العراق يحتاج إلى عودة اللحمة مع العالم العربي وأيضا الخليجي من خلال الرياضة لأن كرة الخدم هي لعبة ومحبة الشعوب تجمع بينها وأحنا أيضا العراقيين نحتاج إلى أنه استخدام الفراغ وعودة التحضيرات وأيضا نكسب الجمهور الرياضي بالعودة إلى المدرجات وخاصة أنه الملعب الدولي في البصرة واحد من أجمل الملعب العربية وفي آسيا أيضا في هذه الفترة سبين كابتن تقريب من الأخوة الخليجيين برأيك هل هناك نية لأخوة الخليجيين ليعطاء صوتهم لتكون البطولة هنا في العراق يعني هذه المرة متأكدة إن شاء الله بإذن الله وخاصة أن الأخ عدنا عند الرجال وزير الشباب الرياضي والهيئة التطبيعية يعني جاهزين وأيضا نيتهم صادقة في إقامة هذه البطولة فالصور هذه المرة إن شاء الله تكون أكيدة مئة بالمئة إن شاء الله يعني أول بطولة شاركت بها في سنة 79 مع العلم أنه لعبنا في المنتخبان وكابتن عدن درجال ونظم مشاكر وهو إحسين علي ثجيل اللاعبين منتخب شباب اللي فزنا بطولة شباب أسيا في منقلادش تحت العشرين سنة هذا كان 78 لكن بطولة الخليج الأولى سنة 79 بعدها بسنة واحدة يعني وأيضا الحمد لله تمكننا من فوز في بطولة الخليج لأول مرة من خلال مشاركة الفريق إيراقي اللي كان شارك سنة 76 هذه البطولة الفريق العراقي سيطر سيطرة تامة على كل المباريات وحتى لم يدخل المرمانة سوى هدف واحد نعم كابتن راعد حمودي اللي كان حارس مرمانة وأيضا مدربنا المرحوم عمو بابا كان في هذه البطولة يعني البطولة الخليج الخامسة ذكرياتها حلوة لكن أنا ذكر أنه إحنا كنا كنا نعب طريقة أربعة أربعة أثنين تتحور إلى أربعة 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 أثلافة من خلال مباراة من خلال مباراة نعم لكنه يعني تقريبا المهاجم الثالث كان نحن البدايل كان فلاح حسن وحسن سعيد أساسيا فكنا الاحتياط اللي تقريبا يلعب بديل يعني يلعب المهاجم الثالث كان فيه مهدي عبدالصاحب وعلي حسين مهاجم الشرطة وهداف الدوري أرهم برسوم ثامر محسن سليم ملاخ وحارس محمد فإحنا دورنا على هذا المركز لكن الحمد لله يعني فزنا باستحقاق كبير يعني خماسيات وسوداسيات هذا ما يدل أنه الفرق كان ضعيفا لكن العراق كان متطور يعني كان العالم يعني تتوهم في بعض المرات أنه يقول لك الفرق كان ضعيفا لا كان العراق متطور كان العراق سابق الدول كان أفضل فريق في آسيا وأفضل فريق في شرق الأوسط هذه البطولة أنا الحمد لله كانت هي البطولة الأولى وأيضا فزنا باستحقاق وبنتائج عريضة المباراة كانت عبارة عن لعب بدور واحد لكنه كانت مباراة الأخيرة كانت ضد السعودية وفزنا بهدفين اللاشي أيضا فزنا يعني كانت ممكن جوز أصعب المباراة اللي خضناه أيضا فوزنا على قطر ولكنه أهم بهدفين يعني الأقل فوزا فزنا على البحرين بالافتتاح كانت مباراة جميلة بصراحة فزنا بربعية وحضرها جمهور كبير ما زال يعني صداها لحد الآن بهذا الفوز لأنه كان فرق شاسع بين العراق والفرق الخليجيين فزنا على الكويت ثلاثة واحد أهداف هادي أحمد اللاعبين الآخرين والله بس واحد من أجمل أهداف كان هادي أحمد الدورة الثانية اللي فزنا فيها وكان نسحب اللقب من عندنا قبل مباراة النهاية احنا نحتاج يعني كان بس تعادل مع الكويت ونفز بالبطولة فزنا على كل الفرق فقط تعادل مع السعودية وكنات أفضل اللاعب في البطولة لكن نسح باللقب وأيضا كنا أنا وحسين سعيد الكابتن حسين سعيد في نفس الغرفة حسين سعيد هداف البطولة ومع الاسف يعني الرقم القياسي باسم حسين سعيد يعني سجل أفضل تسجيلا من الكابتن جاسم يعقوب اللي الآن الرقم القياسي باسمه لأنه حسين صور سجل ثمان أهداف في هذه البطولة فالرقم القياسي الحقيقي باسم حسين سعيد حتى أنه أفضل يداعش لاعب احنا خمسة من العراق نعم أكيد وكان أفضل لاعب في البطولة كان أفضل حارس راعد حمودي كان عدنان درجال وناظم شاكر الله يرحمه وكان هادي أحمد والله إحنا ستة هادي أحمد وحسين سعيد وحارس محمد ستة من 11 لعب أفضل 11 لعب ستة من العراق هذه البطولة أيضا المباراة الأخيرة نسحبنا بقرار رئاسي البطولة الثالثة لماذا لعب مع الانتخب الكويتي في أخر مباراة؟ آخر مباراة ما لعبناها نعم هدينا الكاس يعني طبعاً هو كرة الخدم لكنه نحن لعبنا معهم أظن هم يعني شاركوا بكاس العالم رجعنا لعبنا معهم بدور الأسوية بعدها حوالي ستة شهر أفضل عليهم في نهاية دور الأسوية نعم ما لتقين هنا حتى نعم شيخ فادي الله يلحمه قال هم رح أخابر الرئيس ونسحبكم من النهاية ما الدور الأسوية قلنا له هالمرة خلاص نظر لا احنا نلحب نأخذ البطولة نأخذ البطولة والحمد لله فزنا بالبطولة فالبطولة الثالثة كانت الخليجي السابعة في دولة سلطنة عمان والحمد لله من فزنا في هذه البطولة بضربات الترجيح بعدما الكفة كانت مساوية فازوا علينا في المباراة القبل النهاية صارت بنفس العدد النقاط فزنا عليهم بعدما تعادلنا به هدفين هذه المرة والمرة الأخيرة اللي فزنا فيها في بطولة الخليج التاسعة في سعودية حتى ما كان لا كابتن راعد حمودي ولا حسين سعيد عدنا لاعبين بمستوى عالي الحمد لله فزنا بهذا البطولة أيضا بأريحية يعني الثلاث البطولات اللي رسمية ومعتبرت يعني البطولة الإمارات لأنه انسحب من فكنا فقط نعم كنا الحمد لله وكابتن عدد الندرجال الوحيد من اللاعب العراقين اشتركنا بثلاث بطولات في الفوز تتالية؟ لا يعني تسعة وسبعين أربعة وثمانين ثمانية وثمانين ويعني من ضمن حوالي يعني العدد اللاعبين يعني من شاركنا بتاريخ المشاركات لكل الفرق العدد يمكن ثلاث وخمسمائة واثنين وستين لاعب دولي خليجي فقط احنا يعني خمس لاعبين أربع لاعبين فزنا به ثلاث مرات جاسم يعقوب وحارس مرمان أحمد طرابلسي أهم فاز بثلاث بطولات ومن العراق احنا كابتن عدد ندرجال وحارس محمد والمدرب الوحيد من كل المدربين الفاز بثلاث بطولات في بطولة الخليج هو الراحل كابتن عم وبابا الله يرحمه فهذه البطولات يعني اللي فزنا فيها نتمل إن شاء الله البطولة القادمة إن شاء الله العراقية يفوز بها لأنه عدنا بصراحة عدنا الإمكانيات عدنا اللاعبين لكن سواء تنظيم إن شاء الله راح يكون مع الفريق العراقي أيضا عدنا اللاعبين مواهب بإذن الله أيضا سترجع الكرة العراقية بأفضل حال إن شاء الله يعني بصراحة أنا جيت دا أستقر يعني مع العلم الآن يعني أيضا دائما أنا متواصل مع قطر لكنه قررت أنه أعمل يعني في مدينتي وخاصة أنه الموصل الجانب الرياضي أصبح في وضع لا يحسد عليه وخاصة المحافظة الثانية في العراق وليدينا الكثير من المواهب لكنه بعيدين عن مجال التنافس مع الأندية الكبيرة في بغداد هذا على جانب الاحتراف يعني نظرتي أنه جيت أنه أريد أعمل بعيدا يعني بصراحة يعني بصراحة ويشهد رب العالمين أنه ما لا أريد الشهرة ولا أريد أدور على المال على المال نعم لكنه بصراحة الشباب يعني محتاجين أنه أخف معهم بالموصل بالموصل نعم على الموصل مع العلم عندي كان عقدين في بغداد لدي درجة الممتازة وأيضا نادي تشيلسي الإنجليزي عرضوا عليها أنه يكون مشرف نعم في تشيلسي نعم على الأكاديمية مع تشيلسي الإنجليزي لكنه عرضت عليهم أن يكون في الموصل والعرض الآخر كان من نادي سويدي في دورة الممتاز وتعادل مع ريال مدريد وديين في السويد مدرب مدرب يعني مد السنة واحدة لكنه يعني قررت أنه أعمل في الموصل ورفضت هذه الأشياء لأنه أحس أنه أنه تقدم العطاء لشباب الموصل أفضل شيء في حياتي وأيضا أصحى بفضل عليه للموصل فلهذا قررت أنه أتواجد الآن أحسن نعمل يد بيد مع كل الأندية وأيضا الفترة الأخيرة يعني قابلنا نخابة الرياضين في الموصل قابلنا سيد محافظين والأستاذ نجم الجبوري وأيضا مشكورا وافق على إعادة وتأهيل الملعب أرضية الملعب والمنازع وإن شاء الله عن قريب سيفتح نعم سيفتح ملعب الموصل بإذن الله يعني وبعدها راح عندي المشروع أنه بإذن الله أنه نكون فريق مميز من كل اللاعبين المميزين في الموصل حتى نصعد إلى دور الأضواء إن شاء الله والله لوقت حتى لو ما أكون تعرف ما أبحث عن المركز بقدر ما أبحث أنه الموصل هي اللي تصعد عندنا مدربين إن شاء الله عندنا ومع هذا طبعا مدرب حتى في معنا الغرافة مستشار فأني دائما متواجد مع المدربين في الملعب والحمد لله لديه الخبرة والديه الشهادة البروفيشنال هي على شهادة في آسيا وأيضا دكتورة البرياضية إن شاء الله بإذن الله توفق رب العالمين أنه نصعد إلى دور وأيضا مشروع أنه نكون أكاديميا على مستوى عالي في الموصل العام للمواهب المواهب ما بس كرة خدم لكنه أشياء كثيرة تتبعها دراسة تتبعها أشياء وإن شاء الله تكون خير نواة لمستقبل الكرة الموصلية بإذن الله كابتن فعلا هناك الصح في المجال الرياضي في العراق يعني بصراحة لا لا ماكو أي إصلاح الإصلاح يعني مغيب بفعل فاعل يعني يعني أنا أجيب لك مثل إحنا كل الجيل المثقفين الموجودين في العراق مغيبين مغيبين مش إحنا غيبين لكن مغيبين قصريا أسباب أنه الرجل الغير مناسب في المكان المناسب وكل اللي مع احترامي كل اللي بعد 2003 فقط في البداية أنه الكباتن حسين سعيد وناجح حمود قدموا شيء يعني كان عملهم لكنه بعدها بصراحة ماكو أي عمل ولم يستعين بنا أحد يعني كان لا يعني يعني كابتن مل عبدالخالق يعني أعتبره أخي لكن حالة فنية لا حالة فنية ما يصلح مع ثرامي لكن وكيداريا بغير شغلات لكن ما التطوير كرة إراقية تحتاج إلى عمل إلى كادر إلى أشياء كثيرة مل عبدالخالق في مجال آخر في الإدارة في الحسابات نعم ناجح مل عبدالخالق مل عبدالخالق نعم هو إداري أيضا لكن أنا بصراحة يعني في أعتقد لا يعني يحتاج الكثير طبعا لأنه جيب شخص فني جيب شخص فني اللي هو لكن شخص إداري ناجح مل عبدالخالق من سنين طويلة أنا يعرف يعني واعتبره أخ وصديق إلي لكن على الصعيد الفني ردنا خلاف بينك ومين سنين عبدالخالق لا هذه لحظة وأنا ما تثر عليها لربما يعني الساعة زعل وساعة غضب لكن انتهت هذا الشيء وأنا حتى تحياتي لأبو مصطفى بالحكس هو أخي العزيز ويعني أبد هاي الشيء ما تثر علينا لكن أتقاطع بالحالة الفنية حالة الفنية لا هو شخص إداري على عين وعلى رأسي لكن يدخل في الشغلات الفنية كيفية تطوير الكرة عراقية ما يقدر هاي صعبة صعبة هاي يحتاج كادر أكاديمي على مستوى عالي لديه الخبرة لديه الخبرة الكبيرة في الملاعب فأحسين سعيد نعم أحسين سعيد عنده نجاح أحسين بحيث أن فزنا بطولة كاسيا الفنوس كان ملعب الخالق معهم لكن في جانب الإداري فأنا مع الأسف نجومنا مبعدين مع العلم والله يعني كأنه متحسسين من عدنا متحسسين نعم كنجوم كمعرفة لكن ما حد قدمنا حتى والله أنا ما أقول يعني الخوف هم لربهم العدم الثقة بين أنفسهم لا أكثر ولا أقل يعني الجيل الاتحاد السابق مع احترام وكان كأنه يعني يمن شوفنا كأنه شاف في الشي بشع ينهزمون كلهم يعني لو كنت أنا مثلا المدرب حتى مدربين يعني لو كنت أنا مدرب أجيب أفضل المدربين المساعدين إذا كنت أنا في الاتحاد أجيب الناس اللي عباقرة اللي يساعدوني مقابلين قدموا لحظ قدموا لكل الاتحاد لا يعني خابرني الدكتور أسعد لازم لأنه أختار لأنه كابتن مجبل فرطوس وميض منير ويعني واحد آخر أيضا ما أعرف الله نسيت في اللجنة الفنية أنه نعمل مع المنتخبات فقلت لهم أنا بصراحة شرفني أن أشتغل المنتخب لكن قالوا لي تعمل مجانا كيف أعمل مجانا هم يأخذون إداريا يأخذون خمس تلاف دولار كل واحد يأخذ خمس تلاف دولار من أنا لا لا أشتغل بالمجانا لأن كيف أنا سأعيش في بغداد أجر بيت عندي مستلزمات تجاه عائلتي لكن أيضا أنت لا تستطيع تعمل مجانا لأن عندما أعمل مجانا يريدون نتائج في نفس الوقت فبدون عقد سيقول مع السلامة لا ساحر ولا أجيب النتائج بسرعة لكن أحتاج إلى فترة مثل سنتين أنه أعمل مع المنتخب حتى تكون بيّنة ويكون ظهر العام المال فلا رد دولي ولا هايم يريدون مجانا وهم كيداريين يأخذون من انتحاد الدولي خمس هلاف دولار شهريا فأنا قلت لهم تنطوني مثل ما تنطوني المدرب في دوري الأضواء كابتل لغاية تطبعية بصراحة لعملهم لحد الآن لا أعدهم أي شغل بصراحة لجنة المسابقات غير هم كون عمل لحد لن لا أعدهم بصمة مع احترام أنا أحترم أستاذ بنينيان ودكتور أسعد والبقية لكن بصمتهم لحد الآن ما ظهرت واضحة ونتمنى لأنه يحتاجون لوقت أكثر لكن هم السبتة عبروا أمطهم أيضا فترة أخرى لكن نتمنى بصراحة لا نتكلم عليهم بقدر ما نحن منتظرين ماذا سيقدمون لأنه التقديم مالتهم لحد الآن الفريق العراقي واصل إلى نتائج جيدة في مجموعته فعلي أنه يهتم بالناشيين بالشباب بالفرق الأخرى ونتأكد أنه العمل صعب صحيح صعب لكنه أيضا عندهم إمكانيات العراق أنه يقدمون أفضل من هذا الشيء كابتن كيف تشوف الكابتن يونس محمود وترشيح لرئيس الاتحاد الكرة أفضل أفضل تحيات أفضل تحيات يونس محمود بصراحة ما الترشيح للرئيس الاتحاد أنا شوف ما وقت لكنه يعمل نائب رئيس الاتحاد أنا أتمنى أنه كافر عندنا ندرجال يكون رئيس الاتحاد لأنه يخدمنا في مجالين إذا كان النصوص والقوانين تسمح ووزير الشباب ورئيس الاتحاد والله ليس تعرف القانون رح يكون أفضل رئيس رئيس الاتحاد كرة الخدم ووزير الشباب رح يساهم مساهمة كبيرة في تطوير كرة الخدم وأيضا الأخي يونس رح يتطور أيضا معاك نائب رئيس وبعدين ممكن مستقبلا أنه يمسك الاتحاد لا لأنه هذه الشغلة تتبعها أشياء كثيرة عليهم يعني ما يعني يمتلك الخبرة يمتلك الكارزمة يمتلك أشياء كثيرة يونس لكن أنا أشوف في الوقت الحاضر الأفضل أنه يتعلم يتعلم الأشياء مثلا إبراستحاد أو أمين السر بعد فترة ممكن أنه يمسك الاتحاد ويونس عنده علاقات حلوة مع الخليج مع الدول العربية وممكن ينجح نجاح كبير لأن يونس بصراحة يمكن الناس ما تعرفون يونس بخدر ما يعرفه شخص ذكي لكنه صحة يعني يمن يتكلم مرات يعني يشوف منه العجب يعني ما لكنه بصراحة أنا جربته إنسان ذكي إنسان ذكي ويعرف الصح من الخطأ ما نتمنى إن شاء الله يعني ما يستعجل دائما نلاعبين مع الأسف يستعجلون أنه يريد يصل في يوم مستعجل أنا أشوف مستعجل نعم مستعجل إذن كابتد أريك بأداء مع الوزر الشباب الرياضي عدنا درجال في وزارة الشباب الرياضي بصراحة لا بصراحة يعني كاف عدنا درجال إنسان نظيف ويحب عمله لكن هناك يعني أشياء خارج يراته خارج يراته هو يريد يعمل للشباب الرياضي يريد أنه يقدم شيء شيء الكثير للرياضة العراقية لكنه أيضا محجم بطريقة معينة فأنا ناجح في الوزارة عدنا ناجح عدنا ناجح بدون ما لكنه ناجح تلاعب نعم عدنا حتى في الوزارة ناجح لكنه النجاح نسبي يعني النجاح نسبي لأنه أشياء وقراراتك وأشياء ما بيدين كابتن خليتكلم عن أجواء بطلات كاس العالم في 86 شون صاروا إياكم كيف كانت الأجواء نعم والله طبعا كاس العالم مكسيكا 1986 ويعني كانه حلم وكان 24 فريق طبعا مش زي نعم أفضل 24 فريق في العالم فإحنا من ذكرياتنا مع بلجيكا الحمد اللي اخترت فيها أفضل لاعب في المباراة اللعب العربي الوحيد اللي اخترت أفضل لاعب في كاس العالم بين فريقين نعم الحمد لله وبلجيكا يعني راب العالم وطبعا أساطير الكرة البلجيكية كانوا في تلك السنة لأنه حصلوا على المركز الرابع فإحنا في مباراتنا حصل يعني شيئا أولا بعد المبارات أخذوني لفحص الإضرار فما قدرت أرجع إلا بعد ساعة وهذا كان مراقبني وقل لي تعال لازم تمليل قنينة إضرار فالمهم رجعت لهم ساعة هم تعبانين فإحنا مرجعنا هم تعبانين لأنه لعبنا بعشر لاعبين بعد ما انطرد الكافتن تحيات الكافتن باسل القرغيس أخوي العزيز فالفريق تحسن بعد الطرق الفريق تحسن وضغطنا عليهم لأخر اللعب أين طرق؟ دقيقة 52 قبلك بعد أطلق فإحنا من طلعت في السيارة وإن باسل قلنا إنه ما تلعب أحسن فريقنا صار أفضل بدونك تحياتنا لباسل باسل واحد من أفضل اللاعبين طبعا لكنه إحنا يشدين عليهم مرات إنه تلعب نقص تلعب بحماس أكثر فهذه المبارات حتى الصحافة البلجيكية يعني متحد الصحافة العالمية متحد بالفريق قال بعشر اللاعبين ويغوطون على الفريق البلجيكو كان ممكن أنه أنا ضربت واحدة بالعامود على بفاف أحسن حرس مموعة في العالم واختير في تلك السنة فريقنا كان بصراحة يعني مع العلم مصابين عدنا عدد اللاعبين مصابين فهذه من ذكراتي يعني الجميلة بالنسبة للفريق العراق كابتن شنو يقصل العراق لتاهل لكاس العالم قطر والله ينقصل شيء كثير بصراحة إحنا اللاعبين ما متأسسين صح يعني نشوفه ناجح مع الفريق العراقي في الدور الدفاعي يعني في الكماشي الدفاعي في الاسترجاع الكرة في الناحية الخلفية لكنه في العمل الهجومي ينقص شيء كثير لأنه يحتاج لعبين متكاملين على المستوى الذهني على المستوى البدني فهذه ينقصنا احنا الشيء الكثير فاحنا نحتاج لأنه العمل منه اللاعب هو صغير في الفيات السنية ما في فيات السنية احنا عدنا كلها عدنا تزوير وعدنا ما عدنا دوري يعني صور دوري شباب ما عدنا كيف انت تريد تسوي فريق على المستوى عالي اللهم إلا يعني ممكن أنه رب العالمين توفيق توفيق الفريق توفيق الفريق أنا شوفه صعبة جدا يعني أنه تصعد الكاس العالم احنا طبعا نرجو ونتمنى أنه الفريق العراقي أكيد يعني يصعد الكاس العالم لأنه أفضل الفرق اللي هي موجودة في الكرة الأرضية هي تصعد إلى نهاية كاس العالم فنرجو ذلك لكنه بعموم الحال وقرارة نفسي أنه هذا الشيء صعب أفضل لاعب حاليا في العراق يعني أفضل لاعب نعم هو ماكو أفضل لاعب يعني الأفضل لاعب يعني مثلا احنا نضحك على نفسنا أفضل لاعب من 11 لاعب ومن 22 لاعب اللي موجودنا المراكز مختلفة كيف أنت يعني تقدر تحدد أنه هذا لاعب مدافع كيف تتفضلوا على اللعب الوسط أو المهاجم فبلا سنة 2002 قدمت تقرير الاتحاد الدولي اختاروا أوليفر كان حارس مرمو ألمانيا أفضل لاعب في البطولة من المعيب أنه ترشحون حارس مرمو أفضل لاعب في البطولة زين زيد الدين زيدان كريستان رونالدو الظاهرة لاعبين ومع هذا قدمت هاي كلها غلط قدمت احنا في القرن الـ 21 وانتوا تختارون شيء السيء بالنسبة الأفكار السيئة أنه تخلوها برأس الرياضيين و بالإعلام فقلت الأفضل أنه تختارون يدعش لعب أفضل يدعش لعب وإذا ما عدكم هدايا الأفضل يدعش لعب اختاروا أفضل أربع لاعبين أفضل حارس مرمو أفضل لاعب دفاع أفضل لاعب وسط أفضل لاعب موهج لكنه الأفضل أنه في كل موسم تختارون الأفضل 11 لعب وحسب الأسلوب والنظام التكتيكي الذي موجود زين في الأجيال كل جيل ممكن أنه تختار مثلا كل 8 سنوات أو 10 سنوات ممكن تختار هذا الجيل وعلى الإنجاز يعني مثلا لاعب جيد لكنه ما عند أي جزاز كيف مثلا تقيم جيل الثمانينات عن الأجيال الأخرى جاب الإنجازات 2007 كان ممكن يصير من أفضل الإنجازات يعني ما عاد كاس أمم آسيا كان ممكن يحقق لكن الفرق أنه مع احترامي اللاعبين كانوا غير مثقفين جيل الثمانيات جيل المثقف كلهم في الجامعات كلهم كان فيه نظام فحققنا أكبر عدد من الإنجازات فأفضل اللاعب الأفضل اللاعب أنا بصراحة يعني مثل ما أنت تختار يعني يمكن أقول لك أجمل الألوان أنت تختار الأحمر أنا أختار الأسود البقية الأخضر لكنه واحد مكمل الآخر أفضل داعش اللاعب في كل موسم هو الأفضل إذا كابتن أوضى الإنجاز للكرة العراقية بصراحة التاهل لكاس العالم 86 أم إنجاز آسيا 2007 بصراحة والله أنت تدى تسني عن تقول لمنه الأحسن عينك اليمن لو عينك اليسر لا لاثنينهم طبعا يعني واحد مكمل الآخر أحنا كنا من يعني قلبي كنا تتمنى جيل 2007 يسعد إنه ومع اليابان يعني هناك عديد من المواهب في الكرة العراقية وفي كل الأجيال يعني نصور إحنا الجيل الثمانيات اللي ساعدنا بهذا الإنجاز هو الجيل السبعينات الجيل السبعينات هو يعني انطاني الطموح انطاني أنه المشاهير الجيل السبعينات هو اللي ساعدنا في هذا الإنجاز لأننا كنا نريد نقلدهم نريد نلعب مثلهم نريد نصير مشاهير مثلهم فهذه الأشياء تسحب الأخرى يعني جيل 66 اللي فازه بكاس العرب هو كان الجيل اللي أنطل دفعه للكرة العراقية كابتن برأيك أفضل اتحاد ما بعد عام 2003 هم على الإنجازات أفضل الإنجاز هو أمم آسية اللي هو جيل كابتن حسين سعيد وأيضا ملعب للخالق معاه وأيضا رجل فاهم مثل ناجح حمود بصراحة وأيضا في عدة شخصيات كانت موجودة في الاتحاد كرة القدم هذا هو عندما تتكلم عن الأفضل ممكن فيه ناس عباقرة معهم لكن إنجاز ما متحقق لكن أنت دائما من تتكلم على الأشياء الأفضل لازم تقول عن الإنجازات الإنجازات هو العمل الجماعي المكمل من الآخر فابتن أفضل رئيس نادي حاليا في العراق والله أنا ما أتابع أحد لا أظلم أحد أنا ما أعرف يعني الرأسات الأندية لكنه يعني يعني أنت بصراحة دائما هم اللي يأتون بالبراتب الأولى يفوزون بالدورة يعني يكونوا محضر لكنه أكو هنا طبعا أكو هناك أندية لا كابتن فلاحة ناجح مع نادي بصراحة كابتن فلاحة لأنه إحنا من المتابعين أنه يعمل أشياء كثيرة للنادي لكنه حسب الطاقات حسب الإمكانية المادية الفريق لكنه يعني لحد الآن أنه الفريق يمكن ده يخسر المباراة أو التعادل لكنه مع ذلك كابتن فلاح من أفضل رؤسة الأندية لأنه يملك الكارزما ويملك أيضا العمل الإداري والعمل الفني وأيضا الخبرته كلاعب أيضا في عملية أيضا الكيفية المحادثة وتعامل مع اللاعبين أشكرا شكرا جزيلا